اشتركوا في القناة 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 إذا لحتوا أخوات فأنا كنستعمل عدد قليل ديال الحبات ديال العقيق يعني ما كنفوتش خمسة ديال الحبات ذاك الشي لاش ما كان نرجعش للإبرة ديالي وكنتبت في الواسط إذا دائما بنفس الطريقة الضربات ديالي يكونوا متقاربين غادي نخدم النصف الأول من الرشمة اللي كان نخدم فيها ومن بعد غادي نرجع ونخدم النصف الثاني علاش كان نخدم بهذا الطريقة يعني ما كان مداش الرشمة ديالي من الأول حتى الآخر وكان مدها من الواسط فقط باش هدوك العقيق ديالي او لصفة ديال العقيق يجيوني مستفين مزيان يعني يكون العدد ديالهم مقادد مزيان إذا كذ كتلاحظو أخوات فبديت كان نقص عدد حبات ديال العقيق لأنه الرشمة ديالي غدا وكتصغى يعني على شكل ديال هيلة فكا نحاول أن نشوف العدد ديال الحبات ديال العقيق اللي غادي يخصني ونخدم به إذا أخوات أنا غاستمر بنفس الطريقة كيف قلت لكم حتى نكمل النصف الأول من الرشمة اللي كان نخدم من بعد غادي نرجع ونخدم النصف الثاني بنفس الطريقة ونرجع معاكم باش نكمل بقية الرشمة شكرا 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 سوف نستعمل نفس عدد الحبات العقيق التي قمت بها في الواسط ومن بعد سوف نقص سوف نكمل بقية الرشمة مع بعض في هذا الجزء سوف نستعمل ألوان العقيق كما تلاحظون فقط كي نهرس لون الخدمة لا تجعل رشمة كاملة بلون واحد وأيضا نحصل إلى نوع اللمعان في الخدمة كيف سوف تلاحظون معي فأنا نستعمل عدد كبير الحبات العقيق تقريبا كثير من سبعة الحبات هذا الشيء لازم ضروري أنني نرجع الإبرة ديالي في المنتصف ونتبت الصف العقيق مزيد وليس لا يبقى يتحرك ولو أنني كنخدم بعقيق ساندة إلا أنه يستحمل أنني ندخل فيه الإبرة للمرة الثانية ونتبت مزيد فقط الإبرة حاول أنها تكون رقيقة بزاف وأيضا هذه النهاية ديالي برا فيك ندخله الخيط لا تكونش عريضة باش ما تهرس لكمش حبات العقيق ديالكم إذا أنا غنستمر بهذا الطريقة دائما كل الصف ديال العقيق خدمته أنا غدي نرجع للوسط ونتبته مزيد وأيضا كان نخدم بجوج الألوان فكنحاول أنني تقريبا ندير خمسة ديال الحبات ديال العقيق بلون وجوج حبات الآخرين بلون مغاية ماشي ضروري أنكم تلتزموا أخوات بنفس عدد الحبات ديال العقيق اللي كنخدم فيه فكي يبقى على حسب الرشمة ديالكم ماش غدي تطبقوها رشمة صغيرة أو لرشمة كبيرة هذا هو اللي كي يحكم عليكم شحال ديال الحبات ديال العقيق غدي تستعمله إذا أخوات باش منطولش عليكم بزاف أنا غنستمر بهذا الطريقة ونرجع لكم باش نشوفوا الشكل النهائي ديال الخدمة كاملة مع بعض شكرا أصدقائي أخواتي وحبيباتي كنتمنى أنكم تكونوا استفتوا معي من هاد الفيديو ديال اليوم ونكون قدرت نوصل لكم طريقة الخدمة ديال هاد الموضيل هادا بشكل مفصل ودقيق صراحة تقنية سهلة بزاف ما صعباش الخدمة ديال العقيق مهرس على ما أظن هي من أسهل تقنية ديال الخدمة فقط لازم أنه يكون عندنا شوية ديال الإتقان الدربات ديالنا يكونوا قرب من بعض ديتهم ما نخليوش فارغ ما بين الخط والخط ديال العقيق باش هكا الخدمة ديالنا كتكون متقونة أكثر مرحبا بجميع تساؤلاتكم اقتراحتكم وأيضا استفساراتكم أي تساؤل أي استفسار مع لكم إلا تخليوا لي تعليقاتكم وإن شاء الله نحاول أن نجاوبكم طريقة مفصلة سواء في التعليقات أو بواسطة فيديو أيضا أخواتي وأصدقائي أي موديل بغيتونا نطبقوه مع بعض أو لأي تقنية بغيتونا نخدموها مع بعض سواء في طرز رباطية تنبات أو لأعمال يدوية مع لكم إلا تخليوا لي صورة ديال الموديل المطلوب بصفحة الانستغرام وإن شاء الله سنتحاول أن نطبق معكم أي موديل نتمنى الفيديو ديال اليوم ينال إعجابكم إلا أجبكم الفيديو فما تردوش أنكم تضغطوا على زر الإعجاب باش تشجعوني أنني نقدم لكم دروس أكثر إلا أجبتكم القناة وكنتوا أول مرة غادي تشاهدوها فمارحبا بكم ما تردوش أنكم تضغطوا على زر الاشتراك وأيضا تفعلوا الجرس باش يوصلكم كل جديد عادي نكمل بقية الخدمة ونرجع لكم باش نشوفوا الشكل النهائي مع بعض حبيبتي أصدقائي وأخواتي هذا هو الشكل النهائي اللي حصلنا عليه بعد ما كمنا الخدمة ديال الرشمة ديالنا كاملة طبقناها مع بعض من خلال جوج ديال الأجزاء أو لجوج ديال الفيديوهات نتمنى أنكم تكونوا استفتوا معي وتألمتوا تقنية جديدة وطريقة جديدة في الخدمة ديال لعقيق ساندة نتمنى أن الرشمة والموضيل ديال اليوم ينال إعجابكم إلا أعجبكم الفيديو ما تردوش أنكم ضغطوا على زر الإعجاب وإلا كنتوا أول مرة غا تشاهدوا القناة ضغطوا على زر الاشتراك الموجود أسفل الفيديو باللون الأحمر سبسكرايب، اشتراك، أبوني وأيضا فعلوا جرس بش يوصلكم كل جديد كان أعتدر أني لم تطبقت معكم طريقة ديال الخدمة ديال الوريقات للأسف تتمسح لي الفيديو لكن وعد مني غادي نعوضها لكم مرة الجاية شكرا لكم أصدقائي وكل المتتبعين للقناة هجربوضغي التغلاج على الدعم والتشجيع نتمنى أن يكون دائما عند حسن الضم ديالكم ونلبي رغباتكم أخواتي أصدقائي وحبيباتي دمتم في آمان الله إلى فيديو مقبل إن شاء الله إلى المنتقى في فيديو جديد، درس جديد وأيضا رسمة جديدة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر